عايزة أقوله لك تاني يا جماعة الدول لما بتمر بمراحل مفصلية شديدة الأهمية بتبدأ تعمل فلسفة لمفاهيمها الجديدة يعني فرنسا وهي بتعمل الجمهورية فيما بعد الثورة حتى وصولا إلى الجمهورية الخامسة ففرنسا عملت إعادة صياغة لمفاهيم الجمهورية في فرنسا ما بعد الجمهورية الخامسة وما ليه بقى في خمس جمهوريات في فرنسا كويس؟ ده على سبيل مثال أمريكا بعد جلاء الاحتلال أو طرد الاحتلال الإنجليزي بعد يعني ثورة الشاي في بوستن فعملت مفاهيم والصياغات أمريكا عايزة تبقى إيه؟ مصر هي كمان بتشتغل دلوقتي على هذه الصياغات يعني الأول الأمر الواقع للجمهورية الجديدة لأنه لما بديجي نقول كلمة جمهورية جديدة أنت محتاج تدي واقع ملموس وبعدين تبدأ تفلسفه وتنظر له وتكتب عنه وما إلى ذلك تيجي أنت النهاردة تقول لي وحصل إيه في مصر من 2014 حتى هذه اللحظة أنا لو هضرب لك مسالين صغيرين بتأثير واسع النطاق يمتد إلى مئات الآلاف من المواطنين المصريين أوري لك حياة كريمة مبارح وحياة كريمة النهاردة إحنا مبارح كنا في الصعيد والنهاردة كنا في الغربية وبنتكلم على إيه؟ يعني قرية هنا وقرية هنا أو مجموعة قرى هنا ومجموعة قرى هنا طب بلاش؟ مش إحنا مبارح كنا بنتفرج على المباني الجديدة بتاعت مسلس ماس بيرو؟ حلوة أول واللي بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع الجاية هروح أشهر بالشاي في البلكون أنا بصة مولانا الحتة دي لو أنت مزورتهاش قبل كده زمان كان الوضع يحزن وأنا زي ما كنت بقول لكم فيه جانب من زملائنا اللي بيشتغلوا معانا هنا في هذا المدنى العظيم هم من أهالي هذه المنطقة مسلس ماس بيرو البيوت متهلكة حاجة كانت صعبة مفيش فيها أي شكل من أشكال الخدمات كل اللي يعرفوا عن المدنية والتحضر أنه عايش في مدينة عمليا هي عاصمة الدولة أنه هو يقع ما بين بولاق والزمالك ويحيط بين مدينة التحرير وعبد المنعم رياض بس لكن هل هو في مكان متحضر بجد يعني هو حاصل على حقه كبني آدم في السكن حط ما بين قصين الكريم فتلاقي أنه بعد المباني المتهلكة حاجة صعبة لا تليق بأي إنسان على ظهر الكوكب بكامله هيعيش في اللي انت شايفه قدامك ده هي دي النقلة أنا قلت لها لكم برحبوا عنها لكم النهاردة والمصحف أنا عمري مسكن تفو عمرة بالحلاوة والشياكة دي ده ده مش الأبراج الاستثمارية خالص دي العمرات بتاعة أهلين اللي اختاروا أن هم يكملوا معيشتهم في نفس ذات المكان وخبالك آه خش بقى على الماء احنا نهدكونا في الغربية المدرسة والمعمل والمبانياها والخدمات بتاعة الصرف الصحي والمستشفيات والمراكز والمستوصفات إلى آخره أنت هنا بتتكلم على مئات الألاف من الناس ماس بيرو فيها حتى قريبا حوالي ألف شقة علشان أهلينا اللي اختاروا ويفضلوا في أهلي تانية قالوا عايزين لنا الحتة تانية في أهلي تلتين قالوا احنا عايزين الفلوس يعني كل واحد حر حلو لكن القيمة العددية في اللي حصل في شوبرم ليس احنا نتكلم عن 600 ألف بني آدم حياتهم بتتغير وتقدر تقول أنه يمكن على أول السنة هتبقى الحياة خلاص اتغيرت دخلوا حياة دي أنت شفت الملعب عامل إزاي إيه الملعب ده يا أنا رضي زمتك محترم في النوادي الحلوة الشياكة الغالية جدا أوي خالص اللي موجودة في القاهرة وفي الأسكندرية عندكم ملعب زي ده بأمانة الله في واحد هيقول لي آه هقول له ماشي وفي نادي تاني هيقول لي لأ ده من أبو بلاش علشان أهلينة يعني علشان الناس عرفت ليه عرفت ليه الناس رغم الأزمة شدة نفسها وصلبة طولها عارف أن الوضع صعب وما قدرتش أقول لك الوضع سهل أبدا أبدا الوضع شديد وصعب قوي بس إحنا كلنا قدها وقدود خلصة النواية عشان نبقى قدها وقدود واتحدت الإرادة أصبح في عندك إرادة سياسية عايزة تغير عندك رئيس رجل ده بتاعي الشغل بس مرة سألنا يا فندم وحتك تسحى الساعة كم قالينا الساعة خمسة الصبح لاحظت لما فخامة الرئيس شرفنا بالاتصال في البرنامج أن الريس قفل معانا المكالمة وأنا قاسف يا فندم إن احنا ماخرين سيادتك يقول لأ مفيش مشكلة كانت الساعة 12 وشوية بينام إمتى والمصحف معرف